مساء الخير يا حبائي ومشاهدي ومتابعي نبض الملاعب في كل مكان كل أسبوع وانتوا بخير وطيبين أحداث رياضية وكواليس رياضية دائما وأبدا في نبض الملاعب بنجيب الكواليس والأحداث الرياضية محليا وعالميا هنروح بسرعة كده ونتكلم عن حاجة مهمة جدا المدير الفني بالذات لأندية الأهلي والزمالك المدير الفني الأجنبي النهاردة بقينا واخدين نفسنا في حتة تانية خالص أو في مرحلة تانية وأعتقد مع استمرارها يبقى الموضوع في مشكلة زي ما شفنا كارتيرو لما ساب نادي الزمالك مع أول عرض رسمي جاله وإحنا طبعا الاتحاد الدولي لما استقنف النشاط الرياضي القاروي على مستوى العالم حمى الأندية من الموضوع ده وقال لهم يعني نكمل لنهاية الموسم وبعد كده يعني هنخلي الموضوع وديا ما بينك وبين المدير الفني أو بينك وبين اللاعب لكن اللاعب لازم يكمل لحد نهاية الموسم المدير الفني النهاردة بقى يدفع الشرط الجزائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتلاقيه بعد يومين تلاتة ماسك تيم تاني أو فريق تاني هو اللي بيدفع أكتر وانا ما فيش عتاب على المدير الفني الأجنبي ولكن يكون العتاب على من يتعاقد مع المدير الفني وما يعملش عقد حماية ما بينه وبين المدير الفني الأجنبي النهاردة النادي الأهلي عنده صدوع شديد جدا ما بينه وبين فيلر النادي الأهلي هنا بقى الموضوع مش أهلي وزمالك لكن هنتكلم في حتة أن النادي الأهلي يتعامل مع الموقف إزاي ونادي الزمالك يتعامل الموقف إزاي نادي الزمالك جاب كارتيرو قدام ملايين المصريين ويتفاوض معاه على الهواء مباشرة أو في جلسة مسجلة عشان مجلس الإدارة يحمي نفسه من تساؤلات الجماهير لماذا ترك كارتيرو نادي الزمالك النهاردة النادي الأهلي فيه زي ما بقوله في الغرف المغلقة بيتكلم مع فيلر وبيتكلم معاه طب إحنا هنستمر ولكن المشكلة هنا أن النادي الأهلي مش حامي نفسه هو عامل عقد يعني بيقول من ضمن بنود العقد بيقول من خلال 1 أكتوبر لحد 10 أكتوبر هي فترة صلاحية لأهل إزاي يا إما للنادي يا إما للمدير الفني أن كل واحد يقدم الشكر للتاني ويقول له سلام عليكم فالنهاردة دلوقتي عندنا مشكلة أو في النادي الأهلي عندنا فيه مشكلة ونادي الزمالك فيه مشكلة التصرع عشان ألحق أجيب مدير فني أجنابي بيبتدي يدور على سيفي أي سيفي بيجيله ويبتدي يتنغش معاه ولو جاله سيفي يعني متوسط المستوى اللي بيجيله وبيعمل معاه تعاقد زي اللي شفناه مع نادي الزمالك وجابة شيكو مرة أخلق في ولاية تانية لنادي الزمالك وحط شرط جزائي ربعمائة ألف يورو يا طرى الأهلي من سيخلف فيلر هيرو هيتسرع ولا زي ما سمعنا أنه هيكون فيه مدير فني مصري هيكود النادي الأهلي في المبارات الدوري القادمة وأيضا هيكود النادي الأهلي في البطولة الإفريقية الإشعاعات مالت الدنيا وقالت أن الكابتن محمد يوسف هيكون المدير الفني هنرد على كواليس هذا الخبر بعد ما نروح بسرعة نشوف منشتاتنا ويارى دايم جهز لنا إيه ونرجع تاني فيلر صداع في رأس إدارة القلعة الحمراء قيصر الدرويش يستغيث بالوزير لدعم السامبل إسماعيلوية باتيكو يطالب المستشار بصفقات سوبر القسم الثاني على صفيح ساخن تضارب المصالح على عينك يا تاجر في فروع اتحاد الكرة بايرن ميونيخ بطل السوبر الأوروبي شفتنا منشتاتنا يعني بنلخص ما يدور على الساحة الرياضية الكابتن محمد يوسف أصدر بيان من كتر الإشعاعات اللي ظهرت على السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت أنه هيكون المدير الفني للنادي الأهلي ويقوده خلال المرحلة المقبلة ولكن طلع الكابتن محمد يوسف من خلال بيان وكذب كل الكلام ده وقال ما فيش أي حاجة رسمية وشرف ليه أكون داخل جدران النادي الأهلي وعقبه فيه تعليقات من كابتن وليد سليمان ونجوم الفريق أنهم بيتمنوا وجود الكابتن محمد يوسف خلال المرحلة المقبلة نادي الأهلي ونادي الزمالك اللي اتنين عندهم قماط رياضية فنية تدريبية على أعلى مستوى المشكلة لما نخلي مدير فني مصري وهو قريب وعارف اللاعبين ومعظمهم اشتغل معاهم إذا كان في أندية خارجية أو أندية أو داخل جدران القلعة البيضاء أو القلعة الحمراء ادي فرصة مش فرصة أنه هو يكمل بس طالما أنت عندك سيستم بيقول أنه أنت عايز مدير فني أجنبي خلاص ادي المدير الفني المصري دلوقتي الفرصة لحين حصولك على توقيع مدير فني يستحق أن يكون داخل أو يكون جدران القلعة البيضاء والقلعة الحمراء النادي الأهلي وإحنا عارفين خلاص أن فيلار بعد مباراة نادي اترسانها في كأس مصر هيغادر النادي الأهلي جاء النادي الأهلي في اقتراحة عرض عليه بدأت بقى السفيهات من الوقلاء ومنهم كوبر والنادي الأهلي قال مش هينفع كوبر يكون معنا في النادي الأهلي بسبب طريقة لعبه اللي كانت فيها مع أو بنفذها مع المنتخب الوطني المصري النادي الأهلي في مواجهة طنطا اليوم في السامنة مساء النادي الأهلي خلاص زي ما احنا عارفين حسام الدوري ودلوقتي بيبتدي يستعد للبطولة الأفريقية من خلال مباراة الدوري العام والنهاردة في محمد شريف لعب النادي الأهلي المعارض لنادي امبي الدنيا كلها بدأت تقلق لمحمد شريف تاني هدفي الدوري الممتاز بدأ يتقلق مع نادي امبي والنهاردة خلاص النادي الأهلي اعطى الفرمان للاعبه وانه يكون معه الموسم القادم ولكن محمد شريف جاله عرض اماراتي سخي جدا ورقم كبير جدا ولكن النادي الأهلي رفض عرض المقدم لمحمد شريف لاعب نادي الأهلي المعارض لامبي حتى النادي امبي طلب من النادي الأهلي سرعة او تمديد اعارة اللاعب مرة اخرى ولكن النادي الأهلي رفض لحكته الشديدة لمحمد شريف وحنا عارفين اللي هو بيلعب جناح يمين ويسار خروج وليد سليمان واحمد فتحي وصالح جمعة وجرالدو من مواجهة اليوم امام طنطة محمد الشناوية الاسد عرين النادي الاهلي خلاص اصبح رقم واحد مصنفا نكون رقم واحد وخلاص بينافس بقى نكون كمان افريقيا محمد الشناوي خلاص النهاردة يعني تسعين دقيقة بتفصله عن تحقيق رقم قياسي او معادلة الرقم القياسي باسم شريف اكرامي اللي عمل كلين شيت بـ 23 مباراة النهاردة هيبقى 23 مباراة كلين شيت يعني اكبر عدد من المباريات انتهى فيها المباراة بدون ان يدخل مرمى اي اهداف ومعبال ما لعدادي جاهز لنا مدخلة مهمة جدا نعرف اللي حصل فيه القسم الثاني النهاردة مباراة سخنة جدا في مجموعة الصعيد ومجموعة القاهرة في صراع المنافسة وصراع الهبوط هيجيب لنا دلوقتي نتائج لسه المتشاط خلصانة ما بقاش اكتر من 4-5 دقايق نروح نادي الزمالك تراجع مسئولي نادي الزمالك عن صفقة اريباب الجناح او الاغسطس الانجولي رغم توجيه مع نادي الزمالك 3 سنوات هو ده طالما انت النهاردة بعرفته او اشتغلته وعرفت ان اللاعب ده مش هيفيده خلال المرحلة الجاية ما فيش اي مشكلة انك تفسخ التوقيع او ما يتمش الاجراء النهائي قبل التسجيل النهائي نروح لمراسلنا الجميل محمد قعود اللي هيبلغنا باخر مستجدات القسم التاني والنتائج الكمة والقاع منوارنا كابتا محمد اهلا بيك اهلا بكل مشاهدي نبض الملعب اهلا بيك ازي احمد الله يخليك النهاردة الكل مستعدة او مشتاء يعرف نتائج مجموعة السعيد ومجموعة القاهرة دوري الممتاز به الساخن جدا نقول لنا كده مجموعة السعيد ايه اللي حصل فيها النهاردة السعيد ومجموعة القاهرة كابتا احمد مصر كلها بتتفرج على الممتاز به النهاردة تمام مصر بنقول الكورة كله نهاردة بتتفرج وتابع الممتاز به ده احنا بنقول ان الممتاز به نسبة مشاهدين ممكن تفوق الدور الممتاز بالنسبة للعيبة ده عدد الفرق الشعبية اللي موجودة داخل التلات مجموعة كتير كتير جدا كابتا احمد بالنسبة اللي معاه اخوة معامود مخالو اه مشاهدة ممتازة جدا من الممتاز به المجموعتين الاولى والتانية تمام بالنسبة لنتائج نتائج مجموعة السعيد النهاردة كابتا احمد اه الاولميوم بيكسط بار عرضه الاولميوم بيكسط بار عرضه وا الاولمين بسلاسية مقابلة هذه مفاقية أكبيرة مفاقية أكبيرة النهاردة الاولميوم بيكسط فيкольку تلات اهداف بره ملعاب الاولمين طاد ديروز و ميكترول لأسيوط تقدر يسل بسفر سفر وا البنك الاهلي وسهاج واحد واحد ده برضو مفاقية عملية سهاج النهاردة انها بتعطر البنك الاهلي شوى تمام الفيوم بن سويب الصدع بالسويب الفوز بهدف نظيف خارج من العوة على الفيو وينفرد بالصدارة وينفرد بالصدارة مجموعة الصعيد برصيد واحد واربعين نقطة. تمام. اه ضعطة شبان اه قنة تعادل اجابي واحد واحد بعدما كان متقرد من الارضة وادرك شبان اه تعادل بعد اه ثلاثة دقائق فقط من اه الهدف اللون ده. تمام. اه التلفونات والمينيا مفاجأة كبيرة برضو كابتين احمد اه المينيا بيكسب التلفونات في التلفونات اه بتلات اهدف مقابل اهدف واحد. تمام. لا ده المجموعة سخنت عالاخر. يلا نخش بسرعة مجموعة القاهرة. مجموعة القاهرة. كله مستني الترسانة عمل ايه? المهاردة كله خدم اه الدخلية كابتين احمد. تمام. المهاردة خدمة الدخلية. جهب واحد واحد. اه السويس وسراميكا سفر سفر. المريخ وجمهوريت شبين واحد سفر للمريخ. اه القناة والنصر سفر سفر. النجوم والدخلية الدخلية بيكسب النجوم برا ملعبه اتنين واحد. اه ترسانة والزرعة واحد واحد بعد ما كانت كذبان ترسانة بهدف اتعادل نادي الزرقة اه بهدف اخر. نورتنا يا كابتن محمد ونشوفك الاسبوع الجاي ونتايج جديدة عن دوري الكسم الثاني. اه قسم الثاني فعلا شعبية كبيرة جدا. الكل بيترقب والكل بيسمع وبيشوف دوري الممتاز به. اللي اصبح لديه القعدة شعبية كبيرة. اه الكل بيتفرج وبيشوف نادي اه 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 او قدامنا اه مجموعة الصعيد ومجموعة اه القاهرة وفي مجموعة بحري الصراع الشديد جدا. النهاردة زي ما عرفنا كده يبقى القناة متعادل مع النصر سفر سفر الترسانة والزرقة واحد واحد كوكاكولا وبترجيت واحد واحد اسويس ويتعادل مع سيراميكا سفر سفر والنجوم يخسر امام الداخلية واحد اتنين والمريخ يفوز على جمهورية شبين. اما الاعلامين في مفاجأ الاعلامين في ورطة كبيرة جدا 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 وخسارة على ملعبه امام الالمونيوم تلاتة واحد دايرود وتعادل سلبي امام البترول الفيومية يخسر امام بني سويف الذي تصدر قمة مجموعة الصعيد التليفونات واحد تلاتة فازل مني على التليفونات تلاتة واحد اما البنك الاهلي يخسر نقطتين سمينتين على ملعبه يعني بيتخلي الرصيده تسعة وتلاتين نقطة يبتعد عن الصدارة بنقطتين اما طهتة وشبان ان التعادل الايجابي واحد واحد هناخد حاجة مهمة جدا جدا لازم نكتلم فيها النهاردة وانا كنت حابب ابدأ بها الانترو لكن كان عندنا اخبار سريعة ودي هناخده على مراحل في حلقات اخرى كبيرة ولكن هننوه على الموضوع دا تضارب المصالح في افرع اتحاد الكرة المصري يعني ايه احمد شهافي الموضوع دا الموضوع دا باختصار ان ما ينفعش يكون داخل منطقة جيزة او قاهرة او في اي منطقة افرع الاتحاد يكون عضو لجنة مسابقات او رئيس لجنة مسابقات او موظف داخل فرع من الفروع الاتحاد يكون لديه منصف في نادي اخر بيكون هنا تضارب المصالح يعني عندنا مثال عندنا مثلا في احد المناطق في رئيس لجنة مسابقات للقسم الرابع هو هو نفس رئيس مركز شباب في او نادي في نفس الدوري يعني از طب انت لو جات لك عقوبات هل هتطبق العقوبات طب دا هيعمل خطر لده ان انت رئيس اللجنة طب ما يجي يحط عقوبات ولكن هي دي النقطة وخلي بالكم الفيفا لما اتكلم في الحتة دي تضارب المصالح الموجود في العالم كله مش عندنا بس بس احنا عندنا زيادة حبتين فبالتالي اتحاد الكرة عمل تفتيش جامد جدا على المناطق كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية وخلاص يعني هم بيتكلموا بيقولوا عايزين نطبق عدم تضارب المصالح ايما ينفعش يكون رئيس نادي هنا او يكون يتولى منصب داخل لجنة من لجانة المسابقات او اي لجنة داخل منطقة من مناطق اتحاد الكرة المصري معايا تفاصيل كتير جدا في الموضوع ده لكن الاسبوع الجاي ان شاء الله هجيب لكم معلومات وتفاصيل ولكن احنا بنتمنى دلوقتي الناس اللي بتسمعنا تطبيق عدم تضارب المصالح اللي هيكون حاجة سيئة جدا خلال الفترة الجاية نادي الاسماعيلي في ازمة كبيرة جدا يا جماعة نادي الصنبا الاسماعيلوية الصنبا اللي احنا تعودنا عليها نادي الاسماعيلي الدرويش القيصر حسني عبد الربو بيناشد رئيس مجلس الوزراء ويناشد وزير الشباب ورياضة لدعم نادي الاسماعيلي النهاردة مجلس ادارة نادي الاسماعيلي جمع رموز وقدامى نادي الاسماعيلي عشان خاطر يسندوا النادي اللي في موقف حارج جدا المركز الاثناشر في حاجة يعني مش ده مركز نادي الاسماعيلي برسيد واحد وتلاتين نقطة وعنده مباراة مصيرية امام طلاقع الجيش هل يا جماعة حد يصدق من جمهور الكرة المصرية والعربية والافريقية نادي الاسماعيلي اول من حصل على البطولة الافريقية هل نادي الاسماعيلي هيجي يوم او هذا الموسم يكون مهدد بالخروج من الدوري الممتاز ويودعه ويكون ضيف على القسم التاني ما نقدر يعني حاجة مش في الحزبان او حاجة لن يتوقحها ولن يتخيلها احد مشكلة ان لعيبة الاسماعيلي بعد كل هزيمة الموضوع عندهم يعني مفيش روح التشيرت الاصفر المعشوق كل الجمهور اهلاوي زمالكوي اسماعلاوي التحدوي وفيه النادي الاسماعيلي محق يا جماعة ساهم اقولنا واخد دوري عام قبل كده وقص مصر يعني النادي الاسماعيلي قلعة كبيرة نتمنى الكل يتكاتف ولكن انا بقول النادي الاسماعيلي مش بس محتاج العنصر المادي لا الادارة الحكيمة للعنصر المادي لما يكون متوافر الناحية التانية اتكلمنا فيه موضوع مهم جدا وهو الاستثمار الرياضي اللي غزى الكرة المصرية النهاردة بقى الموضوع زاد جدا عن حقه يعني النهاردة هتلاقي عبر السوشيال ميديا موجود صفحات كبيرة جدا النهاردة بيجي المرتزق ده يبتدي يعلن يلا مين يا جماعة انا عندي انا هسجل اللعيبة فيه اتحاد الكرة المصري وتكلفة اللاعب 3000 4000 5000 انا عمري ما شفت في الدنيا في الدنيا ولا في العالم ولا في كرة القدم انه لاي امر يدفع لمدرب او واحد عامل شاري نادي او زي ما بيقولوا كده هو عامل اكاديمية واخد اسم نادي بيلعب به وياخد فلوس عشان هو ده الاستثمار الاستثمار انك تجيب لعيب وتبتدي تنمي قدراته وموهبته وتبتدي تشتغل عليه زي مثلا عندنا يعني انا شفت نجوم المستقبل نجوم المستقبل دول بيجيبوا بيلفوا مدارس مصر كلها وبيجيبوا المواهب وشفتوا حدث ولا حرج نجوم كبار محمد صلاح الشنوي تريزيجي كل الناس دي طالع من نجوم المستقبل اهو ده الاستثمار استثمار في ده نادي المقولين العرب بيعمل استثمار في ده لكن انت النهاردة لكن انت النهاردة لما تيجي تتكلم عن استثمار ده مش استثمار ده اسمه استغلال واستعمار للمادة واستغلال المادة في الموهبة تخيلوا يا جماعة انا مدرب في احد الفرق ولعبت في اندية الحمد لله فضل الله وكان من اندية نادي القناة النادي الكبير اتشرف اللي انا لعبت فيه انا دلوقتي مدرب حالي انا مش هنذكر الاسماء الاسماء انا شفت واقعة لن تحدث في اي مكان في الدنيا هو ده المرتبط بالاستثمار الرياضي اللي بيقولوا عليه استثمار رياضي واحد بيجمع لعيبة انا خدت يا جماعة النادي الفلاني يالله جماعة انا هسوأك انا هشهرك انا هطلعك في التلفزيون انا هجيبك في البرنامج وبيشتروا برامج كمان واجيبك في البرنامج معايا وهسكنك هنا وقصة ياخد العشر تلاف وخمستاشر الف وتوصل لعشرين الف جنيه وبيسجله ويعيني الولد مفيش موهبة تماما يعني الموهبة غير موجودة فهو الولد اللي لوم هنا على وليه الامر انه بيسمح لابنه هو مش موهوب انه هو يروح ويدفع له ويدفع لواحد مستغل في حاجة غير موهوب يعني ابني مش موهوب اشوف له لعبة تاني لا بيستمر الولد فرحان انه هو يلبس تشيرت وشورت لانه عارف لما بيلعب مع زميله في الشارع او كده هم بيشوفوا مفيش موهبة فبيركنوه لما بيوجي وبقى عايز يقولهم انا بلعب في نادي والدنيا معايا حلوة بيبتدي ينزل فموقف اللي انا قابلته لقيت بقى مجموعة زي واحد مستثمر ده اللي هو بيقول عليه مستثمر مجمع مجموعة وكان نازل في دوري قدام فرقة تقيلة جدا من اللي انا يعني بتشرف لنا بتولاها وننزل ارض الملعب يعني العيال مش بتشوف قدامها يعني الفرقة المنظمة اللي بيتصرف عليها بتكسب بالعشرة والاثناشر وتشوف بقى المدرب اللي هو المرتزق معينه يقول للعيبة ققع يلا عشان الماتش يخلص وينتهي انسحاب نصيحة الولي الامر نصيحة 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 ابنك ابنك لو مش موهوب اياك تدفع فلوس في كرة قدم وحد يضحك عليك ويقولك تعال انا اسجلك تعال اطلعك في برنامج عشان اشهر ابنك لا اللي جايبه في برنامج ده ده جايبه ياخد منه فلوس عشان هو يطلع مش عشان ابنك يطلع الاستفادة ان ابنك يطلع على شاشة ولا ابنك يلعب في دوري هو بينزل خسران من قبل ما يبدأ العنصر النفسي والعنصر المعنوي كل ده هيكون انت السبب فيه انت مش بتفرح ابنك لا انت بتضمر مستقبل ابنك فنصيحة لكل ولي امر ابنك موهوب قدم له في اختبارات اندية محترمة وانا بقول لك اهو كل نادي محترم وكل مدير فني ومدرب محترم ما بياخدش بيبقى نفسه يلاقي الموهبة لو ابنك موهوب بالفعل هتلاقي اللي ابنك مكان في النادي اللي يستحقه غير كده نصيحة اه معظم الاكاديميات مش هقوله الكل هي ماشى بالطريقة دي بياخدوا اللعيبة ويبتدي يستثمر في فلوسه هو مش بيستثمر في اللاعب مليون مبروك للباير ميونيخ بطلا للسوبر الاوروبي طبعا الباير ميونيخ يعني مكينة المانية لا تتوقف عن حصد البطولات الموسم ده الدوري الانجليزي دوري الانجليزي يا جماعة هذا الموسم بادئ ساخن جدا جدا ملحقناش نخلص من الموسم الاولاني بمتعته جلنا بالمتعة الاكثر اصارة موسم السناتي بقى في اندية طلعة يعني غير متوقع انهم يكونوا في المنافسة ولكن الدوري الانجليزي خدوا بقى المعلومة دي الدوري الانجليزي نختم بيها حلقتنا الدوري الانجليزي السنادي العالم كله كان مطبق الخمس تغيرات والعشرين لعيب في القيمة والاستراحة اللي هي ما بعد التلاتين دي من كل شوت رابطة دوري المحترفين الانجليزي عملت حاجة جامدة كده قالك لأ انا يا جماعة بالاغلبية رابطة الدوري الانجليزي المحترفة هي اللي بتقود الدوري قالوا لأ احنا هنرجع للنظام القديم تاني احنا عايزين تلات تغيرات بس وعايزين ما يكونش فيه الاستراحات التلاتين دي من كل شوت وعايزين التمنتاشر لاعب اللي هيكونوا هم اللي بيكونوا داخل قائمة المباراة طب ليه دا انت في مصلحتك قالك لأ النهاردة حصل تصويت تصويت بقى يعني مش ليفربول ليفربول كوة عزمة كان نفسه يبقى خمسة لعيبة تشيلسي كوة عزمة السيتي كوة عزمة عايزين خمس لعيبة لكن هنا رأي الاغلبية هو اللي ماشي وكان المبرر بتاعهم حاجة جميلة جدا قالك انا النهاردة عايز ارجع هيبة الدوري الانجليزي ودايما زي ما احنا اخترعنا الكورة هنكون دايما احنا السبقين في اي حاجة فيها كورة دي خلصت حلقتنا بسرعة وطارت وكالعادة انا بشكر فريق العمل فريق الاخراج وقصة كله الستاذ وليد الشخصية الجميلة بياخدنا دايما لنجاح اي حلقة فريق الاعداد شريف خطاب منصك العام يارى دايم مديرة التحرير طريق صادق واحمد عصران في الاعداد بشكركم شكرا جزيرا وابودقيها في هندسة الصوت وكل فريق العمل وان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاي